علاقاتنا مع اسرائيل علاقات واضحة احنا ندعم عملية السام اتصالاتنا مع اسرائيل صحيحنا مستمرة وعلى شاشتكم تصورون الاسرائيليين موجودين في الدوحة ولكن موقفنا احنا في قطر موقفنا واضح قطر الدولة اللاعبة لدور الشيطان في المنطقة فهي الحلف العربي لاسرائيل سرا وعدوتها على نن اعلام قطر الموجه وعلى رأسه قناة الجسيرة اول المتجرين بالقضية الفلسطينية والمروجين لدعم تميم بن حمد ورجب اردغان لغزة وهم المنتقدان الاشرس لمساعي الدول التي وقعت اتفاق سلام مع اسرائيل كما ينتقدان اي بادرة نحو السلام في دول اقليمية اخرى خطاب لاذع وعداء اعلامي واسع لاسرائيل من جانب قطر وتركيا لكنه لا يتعدى حقيقة انه مجرد سيناريوهات اعلامية منظمة فحسب واقعا الاجتماعات السرية التي تجمع امير قطر مع رئيس المنظمة الاسرائيلية الامريكية مورتين كلاين تتواصل منذ فترة بعيدة متزامنة مع اجتماعات وزير الخارجية القطرية مع وزير الدفاع الاسرائيلية السرية هي الاخرى في جمهورية قبرص نهيك عن الزيارات المستمرة لسفير قطر في غزة الى اسرائيل قطر اكتسبت من شبكاتها الوطيدة مع اسرائيل لتقوية علاقاتها مع الولايات المتحدة الامريكية ولتحصل على مساندة من تل ابيب لكي تصبح عضوا بمجلس الامن وتسمح لها بتمويل حماس تركيا وقطر هما الدولتان الاكثر استفادة من اسرائيل اقتصاديا وكسبت في جذب الاستثمارات لها في قطاع الزراعة والصناعة الدفاعية كما ان التبادل التجاري بين قطر واسرائيل بلغ نحو مليار دولار بينما يحرد تميم بن حمد باقي الدول ضد صفقات الغاز ويدعو المقاطعة اسرائيل ويستغل عواطف الشعوب العربية قنوات الاخوان التي تبث من تركيا وقطر وعلى رأسها الجزيرة وليبيا الاحرار وفبراير وغيرها اضافة الى تي ار تي التركية تروج للاكاذيب بشكل ممنهج وتدعي ان القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر يقيم علاقات مع اسرائيل ويحصل على سلاح منها وهو ما ينافي الواقع ولا يعدو الا ان يكون ترويجا للشائعات علاوة على قيام الاخوان الارهابيين بالتقرب من الكاتب اليهودي الفرنسي برناردي ليفي ودعوته الى طرابلس ومن ثم يتنصرون من زيارته رغم انه جاء تحت حماية ميليشيات بشاغا سياسة التلاعب بالعقول وترويج الكذب هي سياسة اخوانية قطرية تركية تسعى للتزيف الوعي العام والظهور بمظهر المعادل اسرائيل لافشال اي محاولات عربية لاجاد حلول للقضية الفلسطينية وفق المبادرة العربية اشتركوا في القناة